وهذه هي أكبر دليل معناتها على أهمية مثل هذه المراكز والنوادي دايوغ تشعي أنا قلت كلمة مراكز وإنا حكيت برشا أنا وإياك رمزي على إلحاق مراكز الفنون الركحية بي يعني يعني يا ميم أنسوسي يظهر لي في المراكز الفنون الركحية ولا إيه؟ شنو اللي ساعد؟ أيه وفما ثور لي شهر ونص التالي ولا شهرين وزارة الثقافة قررت إلحاق مراكز الفنون الركحية والدرامية بالمندوبيات الجهوية للثقافة لأنه مكتعرف مراكز الفنون الركحية والدرامية عندهم الاستقلالية القانونية والمادية بالقرار هذا والإلحاق هذا والإلحاق هذا المراكز الفنون الركحية والدرامية من تنتج إلا عبر الرأي بتاع المندوبيات الثقافة عن طريق المسرح الوطني وقع إلحاق الميزانية المراكز هذه بالمسرح الوطني وصرت إشكال الحقيقة لأن الإجراءات هذه من شأنها أنا بشتعطل لأنه يلازم مندوب يعطي معناتها المسؤول على المركز المدير المركز في علاقة بالإنتاج المسرحي يعدي الملف للمندوبية المندوبية تعديل المسرح الوطني المسرح الوطني يرجع للمركز المركز يجب أن يأخذ الفلوس من عند المندوبية حصلوا أنسي ركوي معناتها باللغة والحساب قربلا قربلا نوك بالحساب ما تنتج مسرحية في مركز فلوس ركحية ودرامية إلا في ستة شهر و سبعة شهر نوك إلا أنه إرزموك سيدة الوزيرة نوك عدلت من الأوطار متاع الموضوع هذا بعد ما وقعت الشكيات تاع أصحاب المراكز منها مسؤولين على المركز الفلوس ركحية ودرامية بالتنسيق مع المسرح الوطني وليت المسلس أكثر سلاسة ولكنه السوسي شنوه هو كان بالأصل هو عملية رقابة والتصرف المالي لبوند جوفيرنوس لبوند جوفيرنوس باعتباره أن وزيرة الثقافة والمشاركة والملكة الممعها يعتبروا كونه مركز الفلوس ركحية والدرامية على كثرتها وفيها برشة فساد مالي وهو الحقيقة يبدو أن الملفات اللي جاءت للوزارة ما هيش صحيحة 100% فيما يتعلق بالتصرف المالي وبعد هذا تبين بخلاف خطورة القرار على مستوى الانتاج وهيكا عليش تلقى في المسرح الوطني هو بحلنا سيد عبد القادر تلقى المسرح الوطني في 6 شهر عنده 6 مسرحيات مثلا وبمراكس الفلوس ركحية والدرامية كما مركز الكيف وقفصة اليوم من أقدم ما فمها معنتها أبين فمها مسرحية في 8 شهر عدم تكافأ في الفرص باعتبار المسرح الوطني عنده سيولة مالية واستقلالية أكثر في التسيير ومراكس الفلوس ركحية والدرامية بخلاف العجز المالي التي تعيش فيه منذ سنوات بالقرار اللي عنده شهرين وقاعد تجميد تقريبا تجميد جميع المراكز لأنهم يحبوا جمدهم ويحبوا رؤية جديدة للمراكز لذلك يقعوا هذا الحل البلوكاج المالي ويقعوا فيهم حلول وذلك تقع في المشهور الجديد على سيدة الوزيرة هذلك شكالت قالت روو أنه تقعوا قانون جديد ينظم مراكز الفنون الوركحية والدرامية لذلك هذوما وإن نتغل الفرصة هذه مانية من الكيف راهوا البنت كترون في التياتر بالكيف اللي هو مسرح معناه مهرجين مسرحي عزيز برشة على الكفية وعزيز على المسرحين تونس الكل صحيح صحيح تقول دو بربي يروا فيما برشة مشاكل مالية ماذا بينا تتصفى وماذا بينا لعرب وعشرين ساعة مسرح يتعمل في آخر ماي حسب ما سترلوا المدير والموظفين بتاع المركز الوطني بتاع مركز الفنون الوركحية والدرامية بالكيف أما راههم ينجموا يعملوا الدورة بتاع ماي آخر ماي إلا ما تتسوى الوضعية المالية تاع ديون المركز وانا دعوة مني سيدة الوزيرة باش ما نأخذت روحنا بالمسرح في كيف ما نلعبوش بتاتنا ضحيوا بسيكا جاس وضحيوا بحاجة خرين أمر بالمسرح أنا منضحيوش رمزي حتىنا من غفصة تونك أنا بدي جيلانس لما مأبل معنا جستمون حتى غفصة أنا اكزاكتومون لما مبروبلاي داكور عبدالغادر حدث المالجن، يشتغل بطريقة منطورة مرة لا ترميش نرمي في الورود مريم ليه نعرفك ما ترميش ورود في الكل رجل يخدم على روحه بالكده يخدم ونقي ويعرف اش قاعد يعمل 24 تياتر في الكيف هي في الحاجة في البزوان معنتها احنا نحتاجه كمسرحيين نحتاجه 24 تياتر لانو الحاجة لمن استطاع إليه سبيله وطافي صحيح الحاجة لمن استطاع إليه سبيله المنطق متاع الكيف كونسبت متطور 24 ساعة مسرح نفطر ونتعشيو ونتفرجو ومعنتها ممتع برشا الكنسبت تحية لسعد بن عبدالله يزبنا زيدا نذكروا التاريخ تاريخ التاريخ اللي عملت هي وعماد يفرح برشا باللزارتست عنده استقبال رائع ويحاول اكثر ما يمكن انه يوفر لامكانيات الكل حسب امكانياته ايه بلا بلا انا معاك رمزيم انت ان شاء الله ان شاء الله بالحق يدعم للمهرجين لانه نفرح برشا كمسرحيين انه نمشيو للكيف واهل الكيف لانهم زيدا يتفرجوا في مقترحات اخرى جديدة يعني عليش كل مرة حاجة اللي هي ادجا اخذت ثنيتها وطريقة ولت انغي فغانس احنا نعاود ونرجع ونشكو في وجودها الحقيقة والله شيء اي اسب يا مريم هو مفهوم ايجا انا فاسريك حاجة انه تسيير المالي والاداري متاع الشائن الثقافي حاجة مهم ولكن ملزمش كن معطلة اولا واثنين ملزمش نخلطو النابل بالحابر ايجزاكتو اذا كان فما فساد في بعض المراكز ولا في بعض التجارب اللي هي قليلة هاك المسرح لها كثرة فلوس وبشوف اللي فيه فساد والله يساعت نبهت هنا حتى يفر هذا فما ما نخلطوش وما ناخدوش قرار باش يشل العرب وعشرين دولنا عادنا عرب وعشرين مركز احنا ولا ثلاثة عشرين مركز معناتها صحيح يمكن فما اما راه اللي نعرفه انا جل المشرفين على المسرح في تونس ناس معناتها اللي ومن هتعم في المسرح